وللوقوف ميدنياً على آخر الاستعدادات نذهب مباشرةً إلى المشاعر المقدسة وتحديداً إلى مشعر مزدلفة وتنضم لنا من هناك الزميلة إلهام العريني مساك الله بالخير إلهام ما هي آخر الاستعدادات قبل أيام من يوم الوقفة؟ مساء الخير عبد العزيز مساء الخير غواء ومساء الخير عليكم مشاهدينا نعم أنا متواجدة الآن في مزدلفة مع الهلال الأحمر السعودي منذ بداية موسم الحج والهلال الأحمر السعودي بدأ بتنفيذ فرضيات مختلفة وذلك لضمان جاهزيتهم مع أي طارق قد يقع أثناء أداء المناسك لا قدر الله نتحدث هنا عن أسطول كبير من الخدمات الإسعافية سواء الأرضية أو الجوية وللحديث أكثر معي نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي وقائد الحدث في الحج الدكتور فهد الحجاج حياك الله دكتور دكتور بداية نبغى نسألك في ما هي استعداداتكم لحج هذا العام أعطيك العافية إحنا استعداداتنا في حج هذا العام تعتبر استعدادات كاملة بحكم أن حج هذا العام هو أول عودة ولله الحمد بعد نجاح المملكة العربية السعودية في تعاون مع الجائحة إحنا السنة هذه عندنا من القوة البشرية ما يقال بخمس آلاف قوة نصفهم من المتطوعين كذلك عندنا مجموعة كبيرة من الآليات وحدات الاستجابة بما فيها مجموعة من الكترات ومجموعة من الطائرات التي تغطية الحج من الناحية الجوية وتغطية الحج من الناحية الأرضية بشكل كامل السنة هذه إحنا نفتخر بإذن الله تعالى بانتشارنا الأرضي الكبير بحول الله تعالى وانتشارنا بفرق راجلة تصاحب الحجاج في انتقالهم من عرفة إلى مزدرفة عن طريق الطرق والمشات بحول الله تعالى كذلك عندنا مجموعة من المركبات الخفيفة ومركبات صديقة البيئة مثل الإسعافات الكهربائية والدرجات الهوائية المدعمة بالطاقة الكهربائية وكذلك بسكوترات التي تشارك أيضا في الاستجابة للحج بالإضافة طبعا إلى تغطيتنا للحرم الشريف بأعربات القولف وغيرها من العربات جميل جدا طيب بحكم درجات الحرارة العالية إيش خطتكم واستعداداتكم للي يعانون ممكن من أعراض لدرجات الحرارة المرتفعة طبعا إحنا جميع خطط العلاج ستبدأ من الوقاية إحنا نتعاون مع الزملاء في الأمن والقوات الأمنية بشكل عام بكافة قطاعاتها بتوجيهات من سمو سيدي ولي العهد والقيادات كافة بأنه يكون الحج الوقاية هو الأساس نسعى في سنة هذه مع زملانا في وزارة الصحة إلى توعية الحجاج بشكل كبير الشرب السوائل تجنب تعرض الشمس بشكل مباشر تجنب الإجهاد سواء بالنشاطات الحركية أو حتى بالتعرض الشمس لفترات طويلة ولو لا قدر الله أصيب الحجاج بإجهاد حراري أو بضربات حرارية أو غيرها من الأمراض البيئية لها علاقة بحرارة الشمس فإحنا عندنا تجهيز كامل بحوله تعالى لإسعاف المصاب ونقله بشكل عاجل إلى المستشفات المتشرة في المشاعر المقدسة وفي العاصمة المقدسة في مكة المكرمة جميل جداً شفنا قبل شوي تطبيق فرضيات ليش طبقتوا هذه الفرضيات قبل النسك؟ طبعاً مع الأعداد الكبيرة هذه من المستجيبين والأعداد الكبيرة من الأفراد والممارسين الصحيين والأعداد الكبيرة للجهات المستجيبة للحج نسعى دائماً أن يكون بيننا تنسيق عالي والتنسيق العالي لا يكفي بعد ما نخلص من التنسيق ونكتب خططنا نبدأ بتطبيق الفرضيات يقودها الدفاع المدني الدفاع المدني يجري فرضيات والثابتة على مستوى المشاعر وكذلك نقوم بإجراء فرضيات داخلياً لضمان قدرتنا على استجابة وضمان قدرتنا على التعاون مع كافة الجهات في الاستجابة للأحداث لا قدر الله الكبيرة والأحداث الجسيمة التدريب هذا يتم رسله بشكل لحظي ويتم تصويره بشكل كامل وبعد ما ينتهي التدريب يكون فيه لقاء ممتد للقطاعات كافة لنقاش فرص التحسين والتحديات وكذلك الإشادة بالجهود والإشادة بالأداء المميز اللي الحمد لله نفخر بوجوده دائماً وأبداً في هيئة الحمد السعودي وفي الزملاء في الدفاع المدني وفي كافة القطاعات الحقيقة جميل جميل جداً يعطيك ألف عافية دكتور شكراً لك وبإذن الله سيكون حج آمن بوجودكم وبوجود كل القطاعات بإذن الله عودة إليكم يا زملاء شكراً جزيلاً لك إلهام نحن بإذن الله سنتابع معك وباقي الزملاء هذه الجهود وهذا الموسم شكراً لك اشتركوا في القناة